بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغسى السدرة ما يغشى ماذا غلبصر ومه طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة بهزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها منه سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويهضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لنسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبهن كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بتون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليل له وأكدا أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من جهن الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين يعرضوه ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستفر ولقرجاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقهنوا مجنون وازدجر فدعا ربه أنه مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل منهم متكر فكيف كان عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منهم متكر كذبت عاد فكيف كان عذابه ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منطعر فكيف كهن عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منهم متكر كذبت ثمود بالنذر فقهلوا أبشرا منا واحدا نتبعه نتبعه إنا إذا لفيه ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب أشر سيعلم هنا غدا من الكذب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنالوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أوسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهسهم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منهم متكر صدق الله العظيم